بعد اتباقي المسلمين صاروا اتباع له قام ملك قشتالة بالزحف نحو اشبيلية وطبعا طلب من ابن الاحمر ان يساعده في حرب قشتالة ضد اشبيلية الان مطلوب ابن الاحمر ينفذ الاتفاقية ويساعد ملك قشتالة في حربه ضد اشبيلية هل فعل ابن الاحمر ذلك هل وافق الشعب على ان يحارب مع النصارى دولة اسلامية اخرى تعرفون القصة بعد الفاصل ان شاء الله اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى مع علمني التاريخ نحن نتحدث عن اسقاطات احداث سقوط الاندلس على واقعنا اليوم ونحن في قصة سقوط الاندلس قلنا سقطت كل الولايات الاسلامية في يد النصارى وبقيت ولايتان فقط اشبيلية وغرناطة ثم قام ملك قشتالة اللي هي اهم دولة نصرانية في شمال الاندلس باتفاقية مع ابن الاحمر ملك غرناطة يلتزم فيها ابن الاحمر بالتبعية السياسية لقشتالة ويتعهد ايضا بمساعدة قشتالة ضد اعدائها ويستغل فرناندو الثالث ملك قشتالة هذا الامر فيهجم على اشبيلية ويطلب من ابن الاحمر ان يساعده في حربها وفق طبعا بنود المعاهدة التي ذكرناها سابقا والتزاما صاغرا بها ودوسا بالاقدام دوسا بالاقدام لتعاليم الاسلام وشريعة الاسلام وضربا لرابطة النصرى والاخوة الاسلامية وموالاة للنصارى واعداء الاسلام ما كان من ابن الاحمر الا ان سمع واطاع وبكامل عدته يتقدم فرسان المسلمين الذين يتقدمون بدورهم امام جيش غشتالة جيش المسلمين في المقدمة نحو اشبيلية ضاربين حصارا طويلا وشديدا حولها مما يثير الحيرة والدهشة ويدعو للتعجوب والحسرة هو ليس موقف ابن الاحمر هذا الخائن وانما موقف شعب غرناطة الذي هو قوة ابن الاحمر وجيش ابن الاحمر كيف يرتضي فعلته تلك ويوافقه عليها ويخرج معه في الجيش ويتحرك الجيش الغرناطي مع الجيش القشتالي ويحاصرون المسلمين في اشبيلية ليس لشهر ولا شهرين هذا الحصار وانما طيلت سبع تعشر شهرا كاملا يستغيث فيها اهل اشبيلية باهل غرناطة ويستغيثون بكل من حولهم لكن هل يسمع من به صمم المغرب مشغول بالثورات الداخلية ناس يثورون على ناس وبن مرين ثاروا على الموحدين في داخل المغرب والمدينة الوحيدة المسلمة الباقية في الاندلس الولاية الوحيدة المسلمة هي غرناطة التي تحاصر اشبيلية في السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ستمائة وستة واربعين هجرية موافق الف وميتين وثمانية واربعين ميلادية بعد سبع سبع تأشر شهر كاملا من الحصار الشديد تسقط اشبيلية بأيدي المسلمين الذين عاونوا النصارى تسقط اشبيلية ثاني اكبر مدينة في الاندلس هذه المدينة صاحبة التاريخ المجيد والعمران العظيم تسقط اشبيلية اعظم ثغور الجنوب ومن اقوى حصون الاندلس تسقط اشبيلية ويغادر اهلها المسلمون يغادر البلاد ويهجر هؤلاء بلدهم يشرد منها اربعمائة الف مسلم يطردوا من اشبيلية وحسرتاه على المسلمين تفتح حصونهم وتدمر قواتهم بأيديهم وما فت الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون واصبح لا يراث الركب قومي وقد عاشوا ائمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر اين المسلمون وعلى هذا تكون اشبيلية اختفت ليس من تلك الفترة وانما اختفت الى اليوم من خارطة الاسلام وما زال الى الان مسجدها الكبير الذي اسسه يعقوب المنصور الموحد بعد انتصاره العظيم في معركة الارك الخالدة اسسه بغنائم المسلمين من النصارى في معركة الارك ما زال هذا المسجد الى اليوم كنيسة يعلق فيها الصليب ويعبد فيها المسيح بعد ان كانت اعظم ثغور الاسلام ولا حول ولا قوة الا بالله ولم يتبقى في الاندلس سنة ستمائة وستة واربعين هجرية الف ومئتين وثمانية واربعين ميلادية لم يبقى في الاندلس اي ولاية اسلامية غير غرناطة طبعا غرناطة مدينة والمدن اللي حولها يتبعونها من باب انها ولاية كاملة وظلت هذه المدن تابعة لغرناطة وسميت مملكة غرناطة لا تمثل كما ذكرنا هذه المملكة سوى 15% فقط من ارض الاندلس 85% من ارض الاندلس قطاع تضم غرناطة بالاضافة الى المدينة الرئيسية غرناطة ثلاث ولايات متحدة ولاية غرناطة وولاية ملقة وولاية المرية ثلاثة ولايات تقع كلها تحت مملكة غرناطة تحت حكم ابن الاحمر طبعا كل واحدة لها شيء من استقلال ذاتي لكن سياسيا وعسكريا هي تتبع ابن الاحمر داخل الولايات هناك استقلال نسبي وقبل ان نقبل دعونا نتساءل ونتعجب لماذا يعقد فرناندو الثالث اتفاقية مع ابن الاحمر لماذا لم يأكل غرناطة كما اكل غيرها من بلاد المسلمين دون عهود ودون اتفاقيات طبعا هناك اسباب اولا كانت بغرناطة كثافة سكانية عالية جدا طبعا من اسباب هذه الكثافة انه كلما سقطت دويلة من دويلات المسلمين هاجر اهلها الى غرناطة فكان النصارى يعني ينتهجون نهجا واحدا وهو اما قتل المسلمين او تشريدهم او طردهم فالذين كانوا يشردوا او يطردوا يطردوا كانوا يتجمعون في غرناطة فالذين تجمعوا في غرناطة يعني بسبب سقوط مدنهم في ايد النصارى تجمعوا كلهم في جنوب الشرقي في غرناطة السبب الثاني طبعا يقال ان وصلت الاعداد اكثر من مليون نسمة سكان غرناطة ثم كانت غرناطة لها حصون منيعة جدا دعمت على مدى السنين وكانت يعني متعبة لكل من يحاول ان يفتحها الامر الثالث انها كانت تقع في الجنوب الشرقي عند البحر المتوسط فقريبة جدا من بلاد المغرب العربي وكانت قامت في بلاد المغرب العربي كما ذكرنا دولة اسلامية جديدة هي دولة بني مرين التي ثارت على الموحدين الذين ثاروا على المرابطين هذه دولة بني المرين كانت دولة سنية تقوم على التقوى وكانت بين الحين والاخر تساعد غرناطة ومن هنا هذه العوامل المجتمعة جعلت غرناطة تصمد ومن هنا وافق فرناندو الثالث على عقد هذه الاتفاقية لكن طبعا هذا ما كان يمنع عنه بين حين وآخر كان النصارى القشتاليون بقيادة فرناندو الثالث ومن تبعه طبعا من ملوك النصارى كانوا يخونون العهد مع ابن الأحمر فيهجمون على بعض المدن ويحتلونها ويحاولون اخذ بعض الحصون وكان ابن الأحمر طبعا يحاول ان يسردها لكن بدون فائدة فبدأت غرناطة تتقلص شيئا فشيئا الخيانة احد عوائق النصر الرئيسية رأيناها في خيانة غرناطة لأشبيلية ملك فاسد احد عوائق النصر حاكم فاسد رأيناها في ابن الأحمر مزيد من عوائق النصر واسباب النصر نتحدث عنها في لقاء قادم ان شاء الله مع الحديث عن كيف سقطت غرناطة نفسها فإلى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة